بوجي الوسط الفني ظهر اليوم بخبر وفاة تامر ديوي واللي كشفت مصدره بنقابة المهن التمثيلية ان وفاته سببها تعرضه لمشجرة والاعتداء بالدار بداخل مستشفى الاورام بالتجمع الخمس حيث تتلقى زوجته العلاج الكيماوي وعلى حسب التحيقات الاولية فحدثت مشجرة وصفعات ونيابة بتكشف تفاصيل الوفاء اكد فرض الامن انه تعرض للصفع على وجهه على يد الفنان تامر ديوي اسناء توجده بالمستشفى مؤكد انه رد الصفع للفنان وبعدها لقى مسرعه حيث تبين انه تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفى على بوابة المستشفى والفنان ديوي كانت تعرض لجلطة منذ شهرين خضع على اسرها على عملية قلب مفتوح وكتب بعدها وصيته على صفحته على الفيسبوك واللي طلب خلالها كل اللي يراها انه يحضر صلاة الجنازة عليه حتى لو ما حضرش العزاء وان العزاء يكون بسيط حتى لو هيتعمل في البيت وانهم يطلعوا صدقات جارية على روحه وانهم يدعولوا كتير خاصة وقت نزولوا للقبر ويعودوا معاش ويا بعد الدفن عشان يدعولوا ان ربنا يثبته عند السؤال وفي النهاية طلب من الناس تسامحوا على اي حاجة عملها سواء بقصد او بدون قصد رحمة الله على الفنان تامر ديائي وخالص العزاء لأسرته ومحبيه